عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع عرضت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء رندل منشاوي تقريراً حول متابعة سير العمل في تنفيذ المشروعات سواء ما يتعلق باستكمال تنفيذ المباني الحكومية ومنظومة رقمنة الوثائق الحكومية وأعمال المرافق والإنشاءات وشبكات البنية التحتية وفيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات الحي الحكومي تمهيداً لانتقال الوزراء بصورة دائمة للعمل هناك أوضحت مساعد أول رئيس الوزراء أنه يتم حالياً الاستلام الابتدائي للوزراء والجهات بالحي الحكومي مع التشغيل الجزئي للخدمات لـ 33 وزارة وجهة كما تم الانتهاء من شبكات المرافق والربط بالحي الحكومي واختبارها